بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة شباب نحل مع بعض تضيبات اسم الفاعل من كتاب الامتحان للسنوية العامة دفعة عشرين اتنين وعشرين دفعتنا الجميلة دفعة عشرين اتنين وعشرين طبعا تحت الفيديو أسيب لك روابط مهمة جدا رابط قناة تليجرام وفي بعض الرابط المهمة ما تنساش تدخل عليها عشان تتابع معنا أول بأول ما تنساش تدخل على الرابط دي عشان تتابع معنا أول بأول نصلى على رسول الله شباب عليها الصلاة والسلام اسم الفاعل من الفاعل السلاسي فيما يلي طبعا من الفاعل السلاسي يقولنا ما نجيب اسم الفاعل بيكون على وزن كلمة فاعل يعني ضربة ضارب أكلة آكل نامة نائم بيكون على وزن كلمة فاعل قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير أعمى أعمى بصير بصير اسم فاعل أساء يبقى ده فاعل غير ثلاثي كلمة أساء أساء يبقى الصالحات كلمة الصالحات هاتمنها ماضي يبقى صالوحة هاتمن اسم فاعل يبقى صالح هاتمن اسم فاعل يبقى الجابة الصالحات يبقى الإجابة الصالحات يبقى في إجابة الصحة بأيية تبقى أجيم قال صلوحة الناس المؤكب معطق من الفعل أعتق من الفعل غير ثلاسي مؤكب من الفعل أوبق كلمة ناس أسلا ليس اسم فاعل ويبقى الإيجابة الصالحات الكاتب متسجد أصدقائه محمودة تنصيرته بينهم أصدقاء أصدقاء ومحمودة هذا مفعول. ده اسم مفعول. سيرة ومش اسم الفعل أصلا. يبقى اللي جاء بسعة طبقا كاتما. الفعل كاتما. سلاسي. طيب اسم الفعل من الفعل غير السلاسي. عايز اسم الفعل من فعل غير السلاسي. خليك زك اسم الفعل من فعل غير السلاسي. بيكون أوله ميم. لازم أصلا بتجيب المضارع بتاع الكلمة وتحط ميم في أولها. يعني كلمة شاهد مبشر نزير داعي وانت مغمّد أصلا يبقى بسعة مبشر. بالفعل بشر يبشر حط ميم هيقى مبشر قال الشعر إليت الشعري ألا منجي من الهرمي أمهل على العيش بعد الشايبي من ندمي العيش الشايب شعري منجي ونت مغمّل أيضا إجابة الصح كلمة منجي بالفعل أنجى ينجي منجي ما مهمل عمله إلا الكسول وما ملوم على قوله إلا الكذوب طبعا كسول مش ينفع ولا كذوب يبقى تحطور ما بين ملوم وما بين كلمة مهمل طبعا إجابة الصحة تبقى مهمل طب ليه محمد؟ عشان كلمة ملوم ده اسم مفعول أصلا كلمة ملوم ده اسم مفعول إنما مهمل هات الفعل بتاعه أهمله هات المضارع يهمل حط ميم هاتبقى تبقى مهمل إبارية الصحة تبقى مهمل السبب أعمال اسم الفعل الذي فوق الخط فيما يلي يعني ليه اسم الفعل هنا عامل قال تعالى والكاذمين الغيظة والعرفين عن الناس والله يحب المحسنين الكاذمين طبعا الكاذمين وانت مغمض ده اسم الفعل معرف بأل معرف ايه معرف بأل يبقى طبعا وانت مغمض لإجابة الصحة يبقى عامل لأنه معرف بأل مقترم بأل يبقى إجابة الصحة تبقى دال اقترن بأل قال الشعر سديم دواعي الصدري لا باسطا أزا ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرة طبعا لا باسطا طبعا لا هنا نافية لا نافية لا نافية لا نافية المهم ان كان هنا عندنا اعتمد على نافية يبقى هنا كلمة باسطا اسم فعل عامل ومانع اسم فعل عامل وقائل اسم فعل عامل طب ليه اعتمد على مبتدأ طبعا غلط لا موصوف ولا استفهام يبقى الصحة تبقى اعتمد على نافية عشان لا هنا ايه لا نافية طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام حبيبي يا أحمد يا رسول الله علينا أن نكون حامدين الله على نعمه علينا أن نكون حامدين طبعا نكون اولا كست معي كمت نكون كان أخوات طيب نكون نحن طيب نحن ده اسم ايه اسم كان فين خبرها حامدين يبقى حامدين اعتمدت على ما اصلته المبتدئ يكون ده بيجي معاها مبتدئ وخبر كان م Lyane بيجي معاها مبتدئ وخبر اسمها وخبرها يعني من آخر كده طبعا حامدين ده اسم فعل عامل ليه يعتمد على قبلها لانا يكون كان كان ي spice Yani يبقى اعتمد علي مبتددة يبقى ابو صحة تكون المبتدcer طبعا چندين تكون بس نافية ولا موصوف ولا استفهام يبقى ابو صحة تكون اعتمدة على مبتدأ اسم فعل عامل وغير العامل من فوق الخط المحامي مدرك أهمية لسانته ركز معي بالله عليك لو قلت لك مثلا دوقتي المعلم يحب طلابه جملة ثانية المعلم مثلا أحبه مثلا أحبه المعلمة الناس الخيرة في فرق بالجملة ثانية المعلم الأولى اسم فعل معرف بقل لكن غير عامل اه ليه غير عامل يا محمد؟ لما يدل على وظيفة الشخص يعني ساعتها بيكون غير عامل نقول هنا المعلم المعلم الشخص اللي بيعلم ماله يعام بيحب طلابه ماشي هنا أصلا المعلم مرفعتش فاعل ورا نصبت مفعول به أصلا يعني هنا أصلا المعلم اسم فعل غير عامل المعلم اسم فعل معرف بقل لكن غير عامل عشان دل على وظيفة يعني إنما تحت أنا أحبوا المعلمة يعني الذي يعلم طب يعلم أيÖ؟ يعلموا الناس يعقل إلا الناس ما فأقولهم به أول الخيرة يعلمهم الخير ما فأقولهم به ثاني ذلك المعلم هنا نصبد ما فأقول به أول وما فأقول به ثاني يقول المعلم هنا اسم فاعل عامل معرف أقل ده الفرق بالإثنين يبقى هنا لما أقول لك المحامي مدرك�ام المحامي هنا أتكلم عن المحامي اللويا بالإنجليزي اللويا الوظيفة نفسها ووظيفة نفسها مثل فاعل محتوى رفعه فاعل ونصب افعل بيه ولا اي حاجة المحامي هنا مبتدأ عادي جدا ومتدأ مرفوع عن مطرفة ضمة المقدرة يعني هذا المحامي هنا اصلا غير عامل مرفعش فاعل ولنصب افعل بيه انما هنا ركز المحامي مدرك طبعا مدرك منونا لو ركزت معي منونا على تنوين يبقى مدرك ده اسم فاعل عامل اعتمد على المبتدأ الى قبلية يبقى مدرك اسم فاعل عامل طيب يدرك ايه؟ يدرك اهمية رسالتي ايه؟ يبقى اهمية مفعول به منصوب نسمي الفاعل العامل اللي هو مدرك يبقى المحامي غير عامل انما الثانية اللي هي كلمة مدرك عاملة يبقى اللي جاء بواستطق به الاول غير عامل والثاني عامل نفس الكلام في الجمهور البعدها المعلم شارح الدرسي امس المعلم دي غير ايه؟ غير عاملة اصلا المعلم هنا غير عامل ابول المعلم بس كلا هو تيتش بالانجليزي ما رفعش فاعل ونصب منفول به ولا اي حاجة يبقى المعلم اللي هي وظيفة المعلم يعني شارح الدرس امس المعلم ابتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة شارحه طبعا شارح خبر مرفوع معلمة رفعه الضمة حلو قوي لو ركزت معي من الحاج قبتلك ايه؟ قبتلك المعلم شارحه حلو شارح دي هتلاقي اصلا ايه؟ غير منونة مضموة بس عليها ضمة واحدة بس وفي كلمة امس معانا كلمة امس موجودة يبقى اسم الفعل غير عامل اصلا اسم الفعل ايه؟ اسم الفعل غير عامل يبقى شارح هنا هتكون اصلا غير عاملة عشان اصلا مش منونة وجبه عندها كلمة ايه؟ عندنا كلمة امس يبقى اللي جبه الصح هتكون ايه؟ هتكون الاتنين غير عاملين الاول والثاني غيروا عاملين طيب اخر سؤال الراعي مزللون الصعابة التي تواجهوا رعيته الراعي طبعا الراعي برضو نفس الكلام الراعي هنا نفس الكلام كيمة الراعي هنا دلت على الوظيفة اللي هو الشخص اللي بيرعى الناس يعني فالراعي هنا مفيش أصلا معها فاعل مرفوع ولا مفهول به منصوب يبقى الراعي هنا أصلا غير إيه غير عاملة طيب طيب مزلل الصعابة يزلل الصعابة طبعا مزلل خبر مرفوع على ما ترفعه الضمة منونة هي يبقى عاملة واعتمدت على مبتدأ يبقى عاملة يبقى كيمة مزلل ده اسم فاعل عامل نصر مفهول به طبعا مزلل الصعابة يزلل يعني بيسهل يسهل ايه يسهل الصعاب يبقى هنا الأول غير عامل والثاني والثاني عامل طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام المعمول المناسب ما ليه أمقدرة الدولة نقط طبعا مقدرة ده مبتدأ حلو مبتدأ مرفوع مين هي يقدر الدولة دولة فاعل مرفوع وعلامة رفع الدولة تضمة مقدرة الدولة طب الدولة هتقدر مين هتقدر حاجة الحاجة دي هتكون مفعولهم به منصوب حلو يعني هنا ده يكون منصوب زي العلم طبعا غلط لماذا محمد زو لو مرفوعة وزاه لو منصوبة وزي لو مجرورة هنا مجرورة مش هينفها هاي زينها منصوبة زو العلم زو طبعا نهو مرفوعة برضو مش هينفها المعلمون مرفوعة جامع مذكر سالم مرفوعة مطفل واو مش هينفع يبقى الجيم بساطة تبقى ايه المعلمين طبعا جامع مذكر سالم طبعا يبقى مفعولهم به منصوب واننصبوا لياء لانه جامع مذكر سالم لا احب الخائنين نقط طبعا لا احب طيب الخائنين بيخونوا بيخونوا ايه بيخونوا الوطن بتاعهم يقول الوطن مرفعولهم به منصوب بما بيخونوا بيخونوا ايه بيخونوا الوطن يقول الوطن مفعولهم به منصوب عامل نصبه يعني عامل نصبه الفتحة يبقى daneut مثلت enquanto خرجي قوس خرجي زمالs الرئيس قاد يقدين الزوالإحتياجات الخاصة نقط وهذا يقضي يقضي زمال السألة litigation و каких厚 Sortiment تنقذ لحاجات أو طانuszين و يقضي دقيقة أولاً سيفوث متفقا يبقى تكتبكم الأولى يبقى ان تكون ثم حاجتهم purchases لك inspiration وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ طبعاً إِنَّ بيجي بعدها اسمها وخبرها فإنه طبعاً الهاء ضمين مبني في محل نصب اسم إِنَّ آثم ده خبر إيه؟ خبر إِنَّ فإنه آثم آثم إيه؟ آثم قلبه يأثم من اللي بيأثم القلب هو اللي بيأثم يبقى إيه اللي بيأثم القلب يبقى القلب فاعل مرفوع يبقى طبعاً قلبه عربها يا ربا فاعل مرفوع طبعاً لإسم الفاعل العامل اللي هو إيه هو كلمة آثم يبقى الرحمون الناس يرحمهم الله اللي بيرحموا الناس ربنا بيرحموا يبقى الرحمون مبتدأ مرفوع طبعاً لا مترفه يعني مترفه الواو إنه جمع مذكر سلم يرحمون إيه؟ يرحمون الناس يبقى الناس مفاولون به منصوب يبقى طبعاً الناس مفاولون به منصوب ما بيحبون الكسالة العمل والإجتهاد لا يحب الكسالة . ماذا يحب الكسالة ؟ , يعني كسالة عربها حتى الفاعل مرفوصة . يعني كسالة هو العمل والاجتهاد . طبعا كله يحب الكسالة فاعل مرفوع و سد ما سد الخبر . إيه ؟ تلكي عيد المحب و مبتلى مرفوع . مفوت الوصف يحب يدعم بعده خبر لكن هناك خبر من يوجد فاعل مرفوع في اسم الفاعل التعاب المفاعل . موافقون في الحياة أهدافهم موضحا الموفقون في حتيات واضحة هم اهدافهم. ركز معي في التركيبة ديشن بتيه كتير جدا في الامتحالات. الموفقون مبتدأ مرفوعة عن اما ترفع الواء لانه جامعة مذكر سنا. حلو. الموفقون في الحياة طبعا في حرف جر. والحياة آآ اسمه جرور حلو. متوفقون في حياة. ما لهم بقى? اهدافهم مواضحة. يبقى الخبر هنا جملة اسمية. لا. ت学 eh? كل الجملة دي. الموفقون في حياة ما لهم? اهداف جملة دي كلها كانت جملة اسمية يبقى موفقون مبتدأ فين خبرها كل الجملة دي مpeciallyى اهداف ومواديح очерcies يبقى ميفقون في الحياة تسلل واضحة اهدافهم لما تلاقي الضميد في الكلمة الأورنية زي فوق كده يبقى يعرف انها جملة اسمية انما الضميد في الكلمة الثانية لا دي جملة عادية خالص يبقى موفقون في الحقيقة واضحة يبقى واضحة ده الخبر خبر مرفوع اللي مترفقه وقت ضم طيب واضحة أهدافهم واضحة ده اسم فاعل عامل تتضح أهدافهم إلي بيتضح إلي بيظهر إلي بيوضح الأهداف هي اللي بتوضح يبقى أهداف عربة فاعل إيه فاعل مرفوعة يعني من الآخر كده أهداف عربة يعرفها فاعل مرفوعة طيب عايز بقى إيه هو عايز أعرب كلمة أهداف أهداف فوق كده مبتدأ ثاني وتحت كده فاعل مرفوعة يبقى الإيابة الصحة تبقى جيم بس كده لو أجبك المقطع تنسى تشتركك في القناة وتعمل لايك وتنشر مقطع بين صحابك عشان ندى أن نكمل مع بعض المحتوي الهادف مجانة لكل الطلبة سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته